ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الأول للجنة متابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي مجلس الأمناء التي تهدف إلى متابعة مخرجات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في أكتوبر الماضي وأكد مدبولي أن الفترة الماضية شهدت حراكا كبيرا لتنفيذ عدد من توصيات المؤتمر الاقتصادي منها الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي وكذلك العمل على تصحيح أوضاع سوق الصرف بالإضافة لما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة وحماية المنافسة وجذب الاستثمار وعرض رئيس الوزراء ما تم تنفيذه من توصيات للمؤتمر بصورة تفصيلية مؤكدا أن الحكومة اتخذت عددا من مسارات التحرك المتوازية بالتنصيق بين مختلف الوزرات والجهات المعنية